شكرا كلارا مشاهدين أهلا بكم من جديد وجهة الترحيب يضيفي في الجزء الأول من الحدث الخبير المالي وليد ابو سليمان أهلا وسهلا فيك من جديد أهلا فيك البداية من خطة الإنقاذ الحكومي التي سميت بأنها خطة إنقاذ حكومي إلى أي مدى بتقول هذه الخطة اسم على مسمى بالبداية لا بالبداية فيها شئين هي فيها الشئ المالي والشئ الاقتصادي أقل وصار فيه متل ما قلنا تشخيص للمرض واعتراف وطلب بإعادة هيكلة المصرف لبنان وإعادة هيكلة المصارف وطبعا إعادة هيكلة الدين هلأ هذا الشي ما بيكفي اليوم نحن بدنا نعرف والشعب اللبناني له حق يعرف لأنه هو أصبح الضحية اليوم هو اللي نهبت مدخراته بده يعرف وين انصرفت هالأموال بالتالي المطلوب ليس فقط تدقيق بأرقام مصرف لبنان إنما تدقيق بالمالية العامة وين انهدرت هالأموال وين راحت هالأموال كيف انصرفت هالأموال بس فينا نبلش من الأول يعني بعد 17-20 بإطلالة الحاكم أعلن بأنه فيه تقريبا 35 مليار دولار هنا احتياط اليوم عم نحكي أنه البلد مكسور على أقله 83 مليار دولار بس فينا نشرح نعم فيه خسائر محققة يعني لازم يعرف المواطن أنه هايدي خسائر أموال تبخرت راحت يعني منا موجودة بقى كيف هايدي الأموال خسرت هايدي الأموال بداية في جزء منه بمصرف لبنان الودائع اللي حكينا عنه كذا مرة اللي هني شاهدات الودائع والودائع لمصارف ودعته بمصرف لبنان هاو دي طبعا ودائع الشعب اللبناني الموداعين وفيه كمان بالإضافة بالإضافة لهالشي هالقروض المتعسرة اللي هي الاقتصاد عم بيخسر يعني هالمصارف هي أقرضة الاقتصاد وأقرضة الشعب يعني وهون صار فيه نوع من الخسارات هي مولة تقريبا 50 مليار دولار فيه ما لا يقل عن 25 إلى 30 بالمية اليوم يعني قبل الكورونا قروض متعسرة بالتالي هون هي الخسائر الخسائر اجت من التوظيفات كمان باليورو بونز الخسائر اجت من القروض المتعسرة الخسائر اجت من التوظيفات بمصرف لبنان اليوم شو بقي بمصرف لبنان بقي فقط عم بيقولوا انه بقي 22 مليار دولار منهم 19 مليار دولار هذا احتياطة للمصارف اذا الرقم تقريبا 83 مليار دولار حجم الخسائر بالاقتصاد والمصارف وبمصرف لبنان هذا الرقم بعد منه نهائي طيب بس هو نحن هذا الرقم مفهوض معروف كان معروف للدولة اللبنانية اكيد معروف يعني مش لازار تكتشفه البرود للأسف على مرار ثلاث عقود ما في حدا رفع البطاقة الحمرة يعني صراحة لا في حدا كان عم يكذب لا في حدا كان عارف ومستمر بجريمة في اموال الناس هذا بعلم جريمة منظمة يعني كانوا كلهم عم يستفيدوا هلأ المصارف بتقول انه هي مدينة مصرف لبنان ومصرف لبنان مدينة الدولة اللبنانية ودولة اللبنانية تخلفت عن سادات دينا طيب بداية الدولة اللبنانية كلنا بنعرف انه هي للأسف وكر للفساد والهدر وهذا تبين هالشي لانه ابتدى الخلل من الاستدانة وثم الاستدانة وثم الاستدانة والعجز والعجز المتفقن بس انتوا ليش تدينوا عميل واحد بنسبة 70% وعارفين انه هالعميل اقل ما يقال عنه هو حرامي مش بس ايك عم بتدين انت مش من مالك في شي غريب عم بتدينوا مش من ارباحهم عم بتدينوا اموال المدعين ورأس مال المصارف كانوا صح الاموال اللي هي بتنوضع بالمصارف هي ما فيها تضل بالمصارف يعني بدأت تشغل بالمبدأ مفروض تتشغل بالاقتصاد يعني تمول القطاعات الاقتصادية المنتجة شو صار هون صار فيه نوع من اذا بدك الطمع صاروا عم بدينوا قطاع غير منتج هو القطاع العام مقابل فوائد سخية هذه هي المشكلة بس نحن اليوم غضوا النظر هنه غضوا النظر انه ما في استدامة للدين ما راح فيها الدولة اللبنانية ضل تسد الدينة كيف كانوا عم بيمولوا كلها الشيء؟ معظمه من اموال المغتربين كان عندنا سبعة ثمانة مليار دولار تجي من اموال المغتربين وكنا متل ما بيقولوا عم نطربش يعني من سد هدين من سد من سد وصلنا للأسف بتشرين التاني وحذرنا ما لازم يدفعوا اليورو بونز المليار وخمسمائة مليون دفعوهن بطريقة متل عادة تهريبة وهون التقرير كمانا بيلحظ شيء مهم جدا انه صحيح انه المصارف المركزية هي بتدين اما تقرد الدولة بظروف استثنائية بأزمات بس على مدى قصير قالوا انه هون على مدى خمسة عشرين سنة هذه بداية بموضوع مصرف لبنان من ثم المصارف قالوا من بعد 2008 السياسات التوظيفية الفاشلة للمصارف ما بقنا مسؤولي عنها الدول ما يسمى البيل اوت انه هي تنقذ المصارف هلأ احنا المشكلة انه ما فينا نعمل بيل اوت يعني الدولة ما فيها تنقذ المصارف لانه بتاريخ البشرية بتاريخ البشرية ما في ما في اذا بدك شعب ضلل اما نهب بهالطريقة المصارف تتعصر مثلا بأبرص تعصروا مصرفين بسبب انكشافهم على الدين السيادة اليونانية حتى بالأثمان المالية ل2008 بامريكا يعني البعض عم بيقارن بسي الفكرة انه انت ما بتدفع الخسارة من جيبة المودع ما لك حق فيك وبعدين بعدين بعدين بال2008 كان فيه ما يسمى السابرايم رهن العقاري وكان هذا بالقطاع الخاص اليوم الدولة اللبنانية اللي هي مؤتمنة على على شعبه وعلى مواطنين بطريقة منظمة نهبت للأسف هالأموال وما كان فيه شيء يسمى الاكاونتابيليتي ما كان فيه محاسب لمبسطة للناس كيف سيدفع السمن والجميع والجميع مسؤول لأنه كافة المجالس النيابية نيابية أقرت هالأستدانة كانت عم بتشرع هالأستدانة اليوم الضحية شعب اللبناني والمودع شو يعني الناس هيدا اللي عم بتقولوا الناس اليوم بدنا نبلش بالأرقام نعم بالأرقام طلع رقم انه كل حساب فوق المئة ألف دولار فيه ناس فنية عمره بأدغال أفريقيا لتجمع مصاري فيه ناس بالصحراء بالخليج لحتى تقدر تكمل ما بعد يعني بس بدا تتقاعد مثل ما بقولوا هولي كلهم للأسف ممكن يكون معهم ماليين بس كمان تعبوا لجبوة خطة من أربعة وثلاثين صفحة ونحنا كنا عم نقولوا أنه أهم شيء اللي بهم المواطن هو مضخراته لأنه هوده تعبوا 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 ما صار فيه إذا بدك تركيز إلا على الفقرة هيدا تاب شو هي الفقرة اليوم عم بيقولوا أنه فيه شيلة الرسمي للمصارف اللي هن بدا تنمحها رايت أوف بدا تنمحها بس يعني اللحظة هون بل نوضح رسمي للمصارف يعني بمعنى شط بالدين الداخلي على الدولة هيكون هيك شط بالدين بالليرة اللبنانية لا مش بالليرة اللبنانية لأنه كمان المصارف مظبوط أنه هي مرسمة للليرة إنما حط أحتياطات بالعملات الأجنبية بالتالي كل هذه الرسمي اللي هي تقريباً عشرين فاصل سبعة مليار دولار هيدا بدا بدوا يدفعوا تقياً هيدفعوا هن التنمان كمان هيدفعوا هالعشرين فاصلة سبعة مليار إنما الحصة الكبيرة حصة الأسد اللي هي فوق الستين مليار دولار مين بدوا يدفعها ٦٢ مليار دولار مين مودعين بدوا يدفعوا المودعين هلأ ما في مهرب من ما يكون فيه إذا بديك خسائر وهو Army مين بدوا تحمل خسائر هذه أموال المودعين يعني دولة الليبنية كل حساب فوق ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ كيف أجت؟ ما لمحوا لهيركات وما لمحوا لكابتال كونترول بس أجت بطريقة إذا بدك ملتوية ملغومة مثل العاد قالوا أن هذه الخسائر نحن نقترح أنه يحملوها كبار المودعين وقالوا سبقوا صرح رئيس مجلس الوزراء أنه سيصير في حفاظ على أموال 90% من المودعين إذا بتعمل الحسابات فيه عنا تقريبا مليون وسبعمائة ألف حساب فيه منهم تقريبا مليونين وخمسمائة ألف حساب لحظة نحن عنا قدي أكم حساب مليونين وسبعمائة ألف مليونين وسبعمائة وشوي ألف حساب الآن نحن نحكي عن التعميم كمان مليونين قالوا أنه 90% يعني تقريبا بيبقى 270 أما 280 ألف حساب هو دي اللي بدون الوقت قال بديوا يحافظ على 90% بالتالي هو دي ما رح يحافظ عليهم إذا قال بدي حافظ على هوا يعني هو دي ما رح يحافظ عليهم وقالوا أنه فيه هال فيه هال مبلغ غايدة اللي لازم 90% قدي حساباتهم مفروضة 90% حساباتهم 13 مليار دولار سقف كل حساب قدي تقريبا بيوصل هلا خلينا نجزقهم من هاودي من هاودي 90% المليونين وسبعمائة 500 ألف حساب في مليون وسبعمائة ألف حساب حساباتهم صنفوهم كمان صغار الموضعين اللي هن تحت 3000 دولار هذا التعميم اللي طلع مؤخرا بالتالي إذا مليون وسبعمائة هودي تحت 3000 في الباقي هن شطور ما بين ال5000 لتسعة وتسعين ألف دولار هادي هو المجموع هاو المحميين هلا المليون وسبعمائة ألف حساب اللي هن تحت 3000 دولار مجموع تقريبا ما بيتخطى المليار دولار يعني الباقي 12 مليار دولار هؤلاء رح يلحقون الهركات لا لأنه تحت الميت ألف إذا اعتمدنا على ما بدنا نستبق لأنه هم التسعين بالمئة بس ما قالوا أنه رح يعملوا هركات هلأ هني شو قالوا قالوا أنه نحنا في عنا فينا نلحظ طريقتين أول طريقة نشرك هالحسابات يعني العشرة المئة بأسهم بالبنوكة بأسهم بالبنوكة علما أنه البنوكة يعني رسميلا محت نشرك هالحسابات بالبنوكة أما في طريقة تانية نخلق صندوق تعافي صندوق تعافي مالي ومن هالسندوق فينا نحنا نعيد الأموال المنهوبة الأموال المنهوبة ونحط فيه كمان من 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 أصول الدولة هذا كمان مبهم يعني هذا شعار بس سؤال هون بموضوع يعني هذا صندوق التعافي اللي عم تسميه هو الصيغة اللي فيه هو تجميد أموال العالم على 6 إلى 8 سنوات ها هي الصيغة؟ هذا شو يعني صندوق صندوق التعافي أصلا الأموال مجمد منا موجودة يعني في وقت اللي بيكون فيه عننا لا تجميد الصحبات يعني الناس معها بقى تحلم بمصريتها غير بالمئة والمئة والمئة ولكن أقل دولار نكون سجعج إذا صار فيه اقتطاع لـ 60 بالمئة لنعتبر هذا السيناريو ونقول نهار الثاني فينا نسحب أموالنا لا لأنه الأموال أصلا هادي منكون نسفر الحسابات دفتريا بس نحنا بدنا الحقيقة بدأت تكفي يعني فيه عننا نحنا تمويل بدنا نجيبه من الخارج بدنا نستورد بدنا نأمن أكل وشرب كيف بدنا عمله؟ بالتالي إذا صار فيه اقتطاع طبعا رح يكون فيه نوع من تجميد لهذه الأموال على خمس سنين سبع سنين هذا كله بعد منه ما فاتوا بتفاصيله يعني كانت عنوين هادي ما فاتوا بالتفاصيل إنما اليوم للأسف فيه خسائر وهيدي الحكومة الوحيدة اللي جرأت تقول هلأ لأنه وصلنا لهون ممكن جرأت تقول أنه نحنا عنا هالخسائر ونحن مضطرين نقوم بهالخطوات هايدي ومضطرين نقوم بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة هيكلة مصرف لبنان وطبعا إعادة هيكلة القطاع العام هوني كمان القطاع العام إذا بدك هلأ بنحكي عنه كمانا كان خجول إعادة هيكلته نسبة للخسائق الخسائق اللي بدوا يتكب بدأ المواطن هلأ اليوم كنا عم نحكي نحنا تحت الهواء أنا ما بيصير إذا عندي حساب 100 ألف دولار أما أنت عندي حساب 100 ألف دولار هودي جانا عمري تتساوي مع أموال غير مشروعة ومشبوها اليوم المطلوب هذا السؤال هؤلاء اللي كانت يعني البعض بيقول يا عم جيبوا السروات شو كانت سروة هؤلاء المسؤولين من حسن حظنا وكل من شغل عام ب92 وشو اليوم ما فيكن تقصون مع ناس فنت عمره لتجمع من حسن حظنا نحنا أنه فيه 1% من هالحسابات بيملكوا تقريبا 90 مليار دولار انتوا كمان لازم تطلعوا على هالحسابات يصير فيه تضيئ بالحسابات من وين جبون من وين جبون وما بقى تقولوا لنا أنه ما فيه وينين وما شرعته أكيد فيه وينين وفي بدأ أنون فيه ظروف قاهرة اليوم ما بدنا سرية مصرفية اللبناني أكيد ما بدوا سرية مصرفية إذا رفعت السرية وعرف مين سارق ومين منه سارق وين وهذه الأموال المنهوبة فيكنت عدوها ما بدك استعادة أموال من الخارج بل شو من الداخل بل شو من هال 90 مليار من هال 100 مليار وهيدي مفروض ترجعوا تستردوا منها الهركات ما يكون 60 بالمية مش تستردوا لأنه مش موجودة الهركات يكون 80 و90 بالمية ومن ثم منبحث بالباقي يعني هايدي هايدي هي توزيع الخسارات بطريقة حدوة رحتي بأمارك